عندنا حمام يوسخ لنا الشبابيك باستمرار تقول ما حكم قتله هل صحيح أن البيت الذي يأتي عليه الحمام بيت مبارك أولا يا أم بدر ليس صحيحا أن البيت الذي يأتي إليه الحمام يكون بيت مبارك غير صحيح الكلام هذا لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل من قرآن أو من سنة أو من أثر من صحابي له حكم الرفع ما عندنا شيء من هذا ولذلك بعض بيوت الأولية والعلماء والصالحين ما يأتيها الحمام نقول غير صالحة وبعض بيوت غير المسلمين الحمام عشعش فيها ما شاء الله فهل نقول والله هذا الصالحي تنبهي لهذا ولذلك هذه مقولة غير صحيح الأمر الثاني الحمام الذي يوسخ البيت يدفعوا بما يندفع به ما جرت العادة طرده وضع مثلا أشياء الحديثة هذه يضعون مثلا يعني سلك معين يضعون شيء يخوفون فيه الحمام يدفع إن من دفع إلا بالقتل يجوز يجوز قتله لأن هذا في حكم الصائل والمؤذي فيجوز في هذه الحالة لكن الأفضل أنكم تقتلونه بحيث تصيدون الصيد حتى تأكلونه أو مثلا تجعلون تهدون لحمه للجيران أو الناس يحبوا لحم الحمام مثلا أفضل من أنكم تقتلونه ثرمونه فمثلا يجي العيالي يضرب مثلا بشيء يسمي يقول بسم الله و يضرب مثلا ممكن تقولوا لي لا احنا بنحط له سم مثلا ما أنصحكم في هذا تصيدونه بشبك مثلا تضعوا له مثلا شيء و تصيدونه وهذا و تأكلونه أو تبعثونه للجيران أو أصدقاكم اشتركوا في القناة